يا ابتناوين بالمناسبة أيهما أصعب الهجوم والانتقاد على السوشيال ميديا ولا في المدرجات لما كان يبقى في الجماهير في المدرجات لا طبعا في المدرجات وما كنا بنلعب طبعا الجماهير بتبقى مليا الملعب دي اللي بتبقى أصعب من السوشيال ميديا بكتير على قلarm انت بتبقى في الملعب نفسه على السوشيال ميديا انت بتقرأ أو بتشوفها بالصدفة وكذا لكن انت في قلب الملعب عين فعين يبقى الموضوع صعب جدا بس انا ليه برضو يعني في حاجات صراحة كريمي بزعلاني في حاجات كتير جدا جدا حدلوقتي بقى كل البرامج الرياضية بنهاجم يعني احنا المفروض ده برنامج رياضي يعني المفروض نتكلم على الكورة على المصاري الصح اللي احنا نمشي فيه نتكلم ننصح ممكن اقولك حاجة بس انا مش اقطعك والله تفضل بس هي احقاك للحق وانا مش عشان بشتغل في العلام فروح انا اقل لك الجملة دي بس هي مش كل لا انا مش بتكلم على برامج معينة وبصراحة بصراحة شديدة كابتن رامي برضو انا والله بكلمك كمشاهد زي زيك اصبحت كله مش كان ممكن في وقت من الوقات عدد كبير من البرامج دلوقتي كله من البرامج او كله من الناس اللي بشتغل في الاعلام ممكن يعملوا الاحراب طب ليه يعني ليه هو انت دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم لصالح كرة مصرية او انت مسلا بنتكلم على الشيشة ما فيه ناشئين وبراعم وصغرين بيتفرج عليك هم ما يعرفوش الدنيا دي هم بياخدوا منك الكلمة الصح او المعلومة المزبوطة عشان يتعلموا اذا كان لعب كرة بيتفرج عليك او بنا ادم عادي بيحب الكرة علموا يعني اتكلم في كلام المزبوط مش اطلع كل همي عشان اعمل تريند النفسي ان انا هاجم لعيبة وهاجم مدير فني وهاجم طب ايه الاستفادة او ايه الجادة عنها اتاخد تريند لا انتقدوا من حقك تنتقد بأدب بس وبالمنطق بالضبط يعني مش اللي هو انا هقول ايه مسلا رمز ايه ده ما بيعرفش رعب كرة يعني ايه ما بيعرفش رعب كرة يعني ايه ما بيعرفش رعب كرة يعني وممكن تقول مثلا المبردين مكانش موفق بالضبط والله ما عداش ادوار الدفعية بشكل بغي يعني انا احنا في يعني اما طلعنا بتطقون افريقيا احنا دي كارسة كبيرة طبعا والناس احنا اه غطيناها بحاجات تانية يعني مش عايز اخش في حوارات لكن هي اتغطت وما حدش جاب المعلومة او السيرة ان احنا طلعنا ازاي يعني انت دي كارسة الكوارس ان انت تلعب اربع مبارات بتكسبش ومن فرق اه يعني مش عايز اتكلم منتخبات احنا كنا بنلعبها اه نكسبة اربعة خمسة ولا ستة وانت نايم فدي كارسة كبيرة فين المصار الصح للكورة المصرية فين ان انت ابدأ ارتب وابدأ اتكلم كلام مصبوط وابدأ اشوف احنا وقعنا في ايه ونمشي صح فهي دي مشكلة كبيرة كل تركزنا احنا وقعنا مثلا في البطولة امسك المدرب ده اسلوخه امسك اللعيبة دي امسك محمد صلاح يعني محمد صح كيمة كبيرة في الكورة المصرية بنتشرف فيه وحاجة عظيمة لمصر عاملها الناس بتقطع فيه تقطع في محمد صلاح تيجي ازاي يعني تيجي ازاي وراجل يعني تفكر يعني راجل زي محمد صلاح عفرطت هيفكر انه هو يخلع من مباراة واصابة لا لا يا جماعة ده محمد صلاح لو وقف في الملعب دي حاجة عظيمة حاجة كبيرة حاجة محمد صلاح متقلنة محمد صلاح وجوده مينفعش حد يتكلم على محمد صلاح حاجة حاجة